السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الخميس 8 أغسطس القمر اليوم موجود في برج العذراء أو الآن في برج العذراء لغاية الساعة 9.31 دقيقة من صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينيش بعدها بده ينتقل لبرج الميزان القمر طبعا موجود في منزلة السماك الأعزل الآن وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 8.31 دقيقة صباحا من صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي القمر بما أنه لغاية ساعة الصباح موجود في برج العذراء معناته منظل على طبيعتنا الجادة ومنول المزيد من الاهتمام لصحتنا وبرضو ممكن نهتم بغذانا أو بصح بالرياضة مثلا اللي تساءت نحافظ على صحتنا اللي منذهب للعمل بحيوية منركز بتفاصيل بجميع التفاصيل مندقك بكل شيء منكون منظمين طبعا بالفترة هاي برضو نادرا أنه الناس اللي حاولينه أنهم يقدموا دعم مالي أو عاطفي لأنه العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر بدكوا تحذروا من الوهم والوسواس وهذا الوقت طبعا لغاية ساعات الصباح بظل فترة ممتازة للأشخاص اللي بدهم يتخلصوا من التدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات أو الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد أو تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية أما بالنسبة للزوايا الفلكية فأول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية بطيئة وهي السبب سعودة عطارد رغم نحوسته هي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الزهرة طبعا هاي إلها ثلاث أيام ورح تستمر كمان ثلاث أيام قادمة اليوم ذروتها الساعة ثلاثة واثنعشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتعزز المواهب الفنية والأدفية بتجعلنا ميالين للتسامح مريحين خفيفين الروح وهو الوقت المناسب لا الحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية طبعا ذروتها الساعة ثلاثة وست وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفز والسينما والميلة كل ما هو مدهش وغريب اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية راح تكون الساعة ثمانية واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهم من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي راح يبدأ الساعة ثمانية واربعين دقيقة صباحا من صباح اليوم بتوقيت جرينج ورح يستمر لغاية الساعة تسعة واحد وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا الساعة تسعة واحد وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج القمر خلاص بيستقر في برج الميزان عشان هيك منعود للأجواء القوية وهي فترة أفضل عاطفيا لتقوية الرابطة العاطفية لعلاقة مع الحبيب أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية منكون نشطين أكثر اجتماعيين أكثر من ميلة الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب والرومانسية واضحين بين العشاق ولكن ممكن الغيرة تلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية يمكننا تنفيذ مشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة ترتيب أو تزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية راح تكون الساعة عشرة و 31 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بمنحنا حكم صائب ومواحب روحانية وبتدفعنا للإبداع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى إلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا عندنا البنكرياس الأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الـ 12 المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين هاي أكثر حساسية لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح وما بعد بصير عندنا الكلة والحالب والمثانة البولية الأورداء والجلد كعضول اللمس البنكرياس والأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية بالنسبة لهذا اليوم طبعا بعد خلو المسار أو ما قبل خلو المسار يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو بالطرق التقليدية للأشخاص اللي بدهم يتخلصوا من كثافة الشعر أم ما عندهم مشاكل ما في أي مشكلة يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الميزان خلو المسار القادم طويل طبعا رح يبدأ يوم الجمعة بيبدأ ساعة 9.44 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام ساعة 10.33 دقيقة من مساء يوم السبب يعني بيبدأ بكرة المساء وبينتهي مساء يوم السبب يعني قرابة الخمسة وعشرين ساعة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره أربع أيام الساعة 6.21 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش ونبدأ باليوم الخامس نسبة الإضاءة 17% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22.8 سعيد بنسبة 45% القمر في العذراء ورح ينتقل للميزان ورح يضل في الميزان ليوم 10.8 منتحس بنسبة 10% الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة 15% عطارد في العذراء بيتراجح حتى يوم 15.8 سعيد بنسبة 5% الزهرة في العذراء حتى يوم 29.8 منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 4.9 سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19.10 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15.11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 1.9 سعيد بنسبة 30% نبت في الحوت بيتراجح حتى يوم 17.12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الدلو بيتراجح حتى يوم 2.9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا الآن مراحل تقابل أو بدها تصير مرحلة مقابلتكم بالقمر فالعمل صحيح أنه بيتراكم أكثر من المعتاد لغاية ساعات الصباح ممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم وحاولوا إيجاد الحلول وعلجوا المسائل الطارئة أما من ساعات الصباح القمر بصير مقابلكم تماما بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن ممكن تتعقد الأمور أو تطرأ بعض البلبلة ما بينكم بين أحد الشركاء سواء الشركاء ماليين أو عاطفيين علجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذروا القطيعة والدعاوى القانونية لأنه خصمكم قوي والعرقي لبتستفزك برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعاً بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم وبالظل فيه نوع من أنواع الإيجابية رغم تراجع عطارد إلا أنه بتكتبط عصابك وما تفرض سلطتك وسيطرتك على الأحبة أما من ساعات الصباح وأنا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم انتبهوا لصحتكم ابتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي وحاذروا من المشاكل الصحية برج الجوزاء بالنسبة لمواليد برج الجوزاء طبعاً من الآن وحتى ساعات الصباح بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن تشعر ببعض الحزن أو التعب أو تبحث عن ملاذ آمن بسبب خلاف أو سوء تفاهم ما بينكم بين أحد أفراد العائلة أما من ساعات الصباح وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم وبتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء وأعد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغبه وبتنتصر على كل الاعتبارات وبتحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة خلال هذا اليوم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بتكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة في التنقلات أو السفريات داخل المدن وحاولوا أنكم تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جهر طبعاً بيكون في نوع من أنواع الاتصالات المفيدة بالنسبة لألك ولكن من ساعات الصباح وأن بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ولكن بتكون تجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد بعض التسوية أو بعض الاتفاقات اللي تحمي حقوقك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد تخففوا من النفقات قدر المستطاع ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة من الآن وحتى ساعة الصباح ممكن تناقش موضوع مالي أهم إشيء إنك ما تتسرع في أي استثمار أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا بالسفر والاتصالات ولكن يعني ممكن يكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتكثر النشاطات على حسب حق الإختصاصك ولكن بدك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة أو التنقلات أو حتى الحوار إنه ممكن يخرج منك بعض الكلام إن فهم بطريقة خاطئة بيكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء تشعر بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكون مميز بأداءك وهي فترة جيدة تسوي فيها خلاق تسويت خلاف مثلا أو انطلاق مرحلة جديدة أما من ساعات الصباح وأنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم لا تتهربوا من تقديم المساعد إلى قريب أو حبيب وما تبالغوا بمصاريفكم وكونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة وممكن بعضكم يهتم لأمور مالية أو استشفائية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا ما زال الأجواء لأن القمر في بيت المتاعب لغاية ساعات الصباح بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وبتشعروا أن التعب لسه مسيطر عليكم ممكن تفكر في إلغاء الموعيد أو الابتعاد عن الأضواء احمي نفسك أهم شيء من المحتالين ما تتخذ قرارات حاسمة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح وما بعد بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقى ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطه اجتماعيا وبتلتق الأصدقاء من الآن وحتى ساعات الصباح ولكن حاولوا أنك تنجزوا كل الأعمال الضرورية والمهمة لأنه في ساعات الصباح القمر رح يوصل لبيت المتاعب فمن الآن وغاية ساعات الصباح استغل معارفك وعلاقاتك في حل بعض الأمور من ساعات الصباح بدك تنتبهوا أكثر لصحتكم الأهم مش إنه ما توقع على عقد ما تبدأوا عملي جديد لأنها هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء ولا تقرر على شيء عشان ما تخيب أمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بوزعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ويعتبر ما زال الوقت مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل من الآن وحتى ساعة الصباح بس أهم شيء ما تجزفوا بسمعتكم ولا حتى باستقرار وظيفتكم أما من ساعات الصباح هنا بتلتقوا الأصدقاء بإمكانكم تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه بتجدوا حليف يدعم تصوراتكم برضو لا تستسلموا بل كرروا المحاولات برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا من الآن وحتى ساعة الصباح بتنشطوا بالسفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن في عندك نشاط عالي جدا إذا عندك امتحان أو مقابلة يركز بشكل جيد وما تعتمد على الحدود طبعا بيطمئن بالك من خبر أو شيء بتنتظره ممكن يصلك خبر لأجله من ساعات الصباح وأنا بتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وممكن تخضعوا لعدة تجارب مهمة أهمش أنه ما تضعفوا وما تجازفوا بسمعتكم بل حاولوا أنك تقوموا بواجباتكم على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعا بيظل التركيز على الأموال المشتركة لغاية ساعات الصباح تفحص حساب أهمش أنه تخففوا من النفقات ممكن تهتموا ببنك ضريبة تأمين أو فواتير أو مال الزوج أو الزوجة أيضا صحتكم أو صحت قريب للكم بتكون بحاجة إلى الرعاية كون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناء عن فرض الرأي والتسلط به واتخاذ قرارات غير مدروسة من ساعات الصباح وأنا بتنشغله في مسائل تتعلق بالسفر أو الاتصالات البعيدة وبتصير هذه فترة مناسبة لأجراء مقابلة أو اجتياز امتحان رغم أني بقول لك ركب يعني لا تعتمد على الحضوض ممكن تبدأ بعمل جديد أو دراسة جديدة بإمكانك أنك تناقش بقوة وذكاء وتتجرى على رفض أي شيء ما بنسبك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء في العمل والعاطف في القمر طبعا ما زال موجود مقابلكم فلغاية ساعات الصباح بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم نصق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل هاي فترة فيها بعض الضغط اللي ممكن هيك يأثر عليك أو يصعب عليك بعض الأمور أما من ساعات الصباح بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية لا تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية بتتجاوب الأجواء معك بشكل جيد ممكن تحل بعض المسائل العالقة بتلاقي أعمالك صدى طيب أهمش إنك ما تتكاسل بل سارة للعمل دون مماطلة ودون أعذر هيك منكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر